موسيقى حل فريق الوداد الرياضي ضيفا تقيلا على فريق أولمبيك خريبغا في أرضية ملعب الفوسفات بالمدينة لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية في تمام الساعة السابعة والربع مساء واستهل المدرب الودادي الحسين عموتى المباراة بالتشكيلة الاتية حراسة المرمى أحمد ريدة تقنوتي باقي اللاعبين الحسين بن عيادة يحيى جبران زهيرة المترجي ريدة الجعدي أيمن الحسوني يحيى عطية الله جونيور سامبو بولي أو أيوب العملود بالإضافة إلى بوهرة وأخيرا زولة ودخل الفريق الأحمر وعينه على ثلاث نقاط إلا أن الجولة الأولى من اللقاء انتهت بسفر لمتله مع بداية الشوطة الثاني وبالضبط في الدقيقة السادسة والأربعين تمكن ريدة الجعدي من افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة من خارج معترك العمليات قبل أن يضيف زميله يحيى جبران هدفا تانيا في الدقيقة التسعين من اللقاء بعدما وجد أحداد نفسه محاصرا بين المدافعين ليهدي الهدف لجبران الذي سجل هو الآخر من خارج المربع لتنتهي المباراة بهدفين لواحد الهدف الوحيد للوسيكا سجل في الدقيقة الرابعة وتسعين من اللقاء لينهي رضوان جيد اللقاء في الدقيقة الخامسة وتسعين معلنا فوز الفريق الأحمر ليمتلك سبع نقاط من فوزين وتعادل الفوز الأول كان أمام الدفاع الحسني الجديدي والفوز الثاني كان أمام اللوسيكا في حين تعادل في الجولة الأولى مع الفتح الرياضي بهدف لمتله موسيقى